بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوات نورا أطل على الجنال هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرات فيها الأمان سافرات حقا بصدق المعجزات فلقاؤنا بحكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى برنامج حكاية ومغزة ما هي حكاية ومغزة؟ برنامج حكاية ومغزة تريدون أن تعرفوا ذلك؟ سنعرف مع ضيوف البرنامج الأحباء والزملاء الذين سنكون معهم في ثلاثين حلقة من حلقات هذا البرنامج السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم في بداية انطلاق هذا البرنامج ونحن الآن في أول حلقة وأنتم طبعا تشوفوني وأشوفكم طبعا وأيضا الجمهور الكريم أيضا يشاهدنا ودي أسألكم في بداية انطلاقة هذا البرنامج لماذا هذا البرنامج؟ البرنامج هذا عشان نبغى نعيش مع كلام الله ونبغى نعيش بالذات مع أبرز الحكاية والقصص في كل جزء من أجزاء هذا الكتاب الكريم كلام الله عز وجل أيضا يا شيخ علي الله عز وجل أمرنا بالتدبر قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فنتدبر كلام الله عز وجل وأيضا أبو حسين في كل حكاية وفي كل جزء من هذا القرآن العظيم عبرة لنا والله جل وعلا يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى نبغى في هذا البرنامج نتعرف على كل آية استوقفت كل واحد مننا وكل واحد من المشاهدين في الجزء الذي سنعرض مو بس أنتو طيب نبي أيضا الجمهور الكريم صح الله شيخ ناير نبي نطلب أيضا من جمهورنا الكريم في كل حلقة في نهايتها يتفعلهم معنا في هاشتاغ اسمه حكاية ومغزة الآية التي استوقفتك في كل جزء وفي كل حلقة لكن إذن أفهم من كلامكم وأيضا انطلاقتنا الأولى بأننا نريد في كل يوم أن نقف على قصة ومغزة لكل ما حكاه القرآن في كل جزء وفي كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى شبابنا مستعدين للانطلاق إن شاء الله مستعدين إذن نبدأ معكم أعزائي المشاهدين وضيوفنا الكرام أولى حلقات هذا البرنامج برنامج حكاية ومغزة اليوم سنقف مع قصة حكاها القرآن في الجزء الأول قصة البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون قتل قتل من بني إسرائيل فاحتار بني إسرائيل في من قتل هذا الرجل بحثوا سألوا حققوا فلم يجدوا نتيجة فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى نبي الله موسى عليه السلام واسألوه أن يسأل لكم الله سبحانه وتعالى عمن قتل هذا الرجل فعل موسى عليه السلام ما طلبوا منه وما سألوه فدع الله سبحانه وتعالى وكلم الله جل في علا فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة فقالوا أتتخذون هزواء قال عوذ بالله أن أكون من الجاهلين فبدأ بني إسرائيل يسألون موسى عن هذه البقرة عن أوصافها عن لونها ثم عادوا يسألون عن أوصافها مرة أخرى حتى وجدوا البقرة التي أمرهم نبي الله موسى أن يذبحوها فذبحوها فأخذ موسى عليه السلام شيئا منها فضرب هذا المقتول فأحياه الله سبحانه وتعالى وسألوه من الذي قتلك فقال فلان ثم عاد ومات مرة أخرى الآن جاء وقت المغزى أول مغزى مع أول قصة في حكاية ومغزى شيخ علي من أعظم المغازي ومن أعظم العبر في هذه القصة قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى تخيل الإنسان يتكلم ويرى ويسمع ويأخذ ويعطي ويمشي فجأة مات خرجت روحه من يقدر غير الله عز وجل أن يعيده ذلك لما سمعنا قصة هذا الرجل الذي مات الله تبارك وتعالى أمر أن يأخذ شيء من البقرة فيضرب بهذا الرجل فقام وحياه الله عز وجل حتى ينطق ويقول من القاتل فقدرة الله عظيمة على إحياء الموتى سبحان الله في سورة البقرة الله عز وجل قد ذكر خمسة نماذج على أن الله عز وجل يحيي الأموات قال الله سبحانه وتعالى في أول قصة في سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروا هذا القصة الأولى القصة الثانية قصتنا في هذا البرنامج وهي قصة البقرة كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وكذلك أيضا في قصة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه ثم بعثه وهي دلالة على أن الله عز وجل يحيي الموتى وأيضا قصة إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبر منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم والقصة الأخيرة الله عز وجل بيّنها ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم طب إيش المغزى خمسة خمسة مواقف خمسة مواقف في سورة واحدة على قدرة الله عز وجل على أحياء الموتى حيث تدول على دلالة عظيمة أن الله عز وجل يريد أن يحيي في قلوبنا الإيمان بالغيب الله الذي جعلها الله عز وجل في بداية السورة أول صفة من صفات عباد الله المتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إيش صفاتهم؟ أول صفة الذين يؤمنون بالغيب مثل هذه القصص تحيي في قلبي وفي قلب كل مسلم ومسلمة وفي قلب كل إنسان يتدبر ويعي الإيمان بالغيب بعدين تحضرون اسم الصورة حتى الصورة إجمالة في القرآن الكريم صورة البقرة يعني هناك أحداث كثيرة في الصورة البقرة البقرة أنت تعرفين جزئين ونص تقريبا ميتين وستة وسبعين ولا ستة وثمانين ستة وثمانين آية وهي أطول صورة في القرآن لكن سبحان الله وهي يعني الأبرز في هذه الصورة صورة البقرة فسميت بصورة البقرة حدث كذا جميل وذكرها الله عز وجل وسميت هذه الصورة باسم البقرة طيب الآن هناك تلاحظوا أنهم كانوا يسألون سيدنا موسى يعني كثيراً يسألونه أسئلة كثيرة نوع شكل البقرة كذا كذا هل هذا يعتبر مغزة؟ يعني نستفيد شون نأخذ المقصد من هذا الحدث في حياتنا وواقعنا؟ أولاً أنا أجيبك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نهيتكم عن شيء فانتهوه فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إنما أهلك من كان قبلكم ألا هم هؤلاء إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم الله عز وجل يقول في صورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها أصلاً هم لو ذبحوا أي بقرة إن الله يمركم أن تذبحوا بقرة أي بقرة لو أخذوا أي بقرة ذبحوها انتهى الموضوع لكن لما يشدوا على أنفسهم شد الله على أنفسهم بكثرة تلاسلة أصفها لنا أعطينا أوصافة شابعة لنا حتى جاءتهم صفات ومميزات كثيرة جداً في هذا البقرة تعبوا لما حصلوها بسبب أنه مشقوا على أنفسهم سبحان الله من المغازي أيضاً سوء الأدب مع الأنبياء قالوا أتتخذنا هزوى شوف كيف يعني النبي يستهزي يعني حين الآن نستفيد يجب أن نتأدب مع كل الأنبياء ويجب أن حتى في سياقنا وفي كلامنا الآن حتى مع التقريدات والشغل في بعض الناس للأسف يعني يقل أدبه أيضاً من سوء الأدب قالوا دعوا لنا ربك يعني ما قالوا دعوا لنا الله ما قالوا دعوا لنا ربنا قالوا دعوا لنا ربك يا موسى وهذا سوء أدب مع الله هذا سوء أدبهم ولله المثل الأعلى نفس الحين لما واحد من أشقائك والأخواني وين أبوك شوف يعني هذا ممتعد مع أبو ما أقول أبوي لله المثل الأعلى لكن هذا أدبهم وهذا سوء أدبهم مع نبي الله موسى لكن كيف كانت أخلاق موسى ورد عنه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل ودفع بالتي هي أحسن ما قال أنا نبي ويش الكلام هذا ويش كيف تقولون عني أعوذ بالله أن أكون من الجاهل يعني هذه رسالة لكل المصلحين في الأرض أن إذا يعني خاطب وهم الجاهلون وفي موقف أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحد كفار قراش لما قال له إذا فيك مرض جبنا لك أطباء وإذا كنت تبغى فلوس أعطيناك فلوس وإذا تبغى النساء زوجناك أجمل النساء وإذا تبغى الملك ملكناك وهو قاعد يسئ الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار والرسول صلى الله عليه وسلم ينصote فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ما عاملوا بمثل ما عامل هذا الرجل قال له أفرغت يا أبا الوليد ويكنيه بكل أدب انتهيت من موضوعك يا أبا الوليد رد عليه بكل أدب بكل هدوء ونحتاج أن نتعلم أيضا فن الرد بالأدب باللطف الدفع باللتي هي أحسن ادفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميل أيضا سبحان الله ناخد صفك نختم معك عاد أنا دائما ترى في الحلقات فأصير عاد تحملوني مغزى من المغازي الله رحمه والديك هي ترى إشارات والباقى على المتابعين ومشاهدين المشاهدات نحن نطلقهم معنا بنحط في نهاية الحلقة الهاشتاك وكل واحد أيضا المغازي اللي يشوفها سبحان الله يا إخواني بنوا إسرائيل كانوا لا يريدون أن يطيعوا نبيهم ولا يريدوا إنما يسألون من أجل المجادلة وعدم العمل نسأل الله العافظ والسلام فمن أجل ذلك نأخذ ونستفيد مغزى السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نكون يا إخوتي في الله شعارنا في هذه الدنيا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذه الآية هي ختام سورة البقرة ونحن نتكلم عن مغزى قصة البقرة ونختم هذه الفقرة من سورة البقرة ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ استوقفني في هذا الجزء الآيات الأول من سورة البقرة وهي قول الله ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آية استوقفتني في هذا الجزء العظيم قول الملائكة عندما قالوا لله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا آية استوقفتني في هذا الجزء الأول يقول الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون هذه هي الآيات التي استوقفتهم يا من تشاهدنا الآن ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء شاركنا الآن عبر هاشتاغ حكاية ومغزة بهذا عزاء المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام الحلقة الأولى من برنامج حكاية ومغزة على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة